حدثنا محمد بن سابق حدثنا عيسى بن دينار حدثنا أبي أنه صمع الحارث بن أبي ضرار الخزاعي قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به فدعاني إلى الزكاة فأقررت بها وقلت يا رسول الله أرجع إلى قومي فأضعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة فمن استجاب لجمعت زكاته فيرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا لإباني كذا وكذا ليأتي كما جمعت من الزكاة فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه أحتبس عليه الرسول فلم يأته فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة سخطة من الله عز وجل ورسوله فدع بسروات قومه فقال لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وقت لي وقتا يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف ولا أرحبس رسوله إلا من سخطة كانت فانطلق فنأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد ابن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمعا من الزكاة فلما أنسار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرقف رجع فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالا يا رسول الله أن الحريث منعني الزكاة وأراد قتلي فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث إلى الحريث فأقبل الحريث بأصحابه بأصحابه إذ استقبل البعث وفصل من المدينة لقيهم الحريث فقالوا هذا الحريث فلما غشيهم قال لهم إلى من بعثتم قالوا إليك قالا ولم قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعث إليك الوليد ابن عقبة فزعما أنك منعته الزكاة وأردت قتله قال لا والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته بتة ولا أتاني فلما دخل الحريث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منعت الزكاة وأردت قتل رسولي قال لا والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن تكون كانت سخطة من الله عز وجل ورسوله قال فنازلت الحجرات الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعتم ندمين إلى هذا المكان فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم اشتركوا في القناة